السلام عليكم شاب عمره 16 سنة قرر الزواج راح للوالد قال له أبي أريد الزواج أنا خلاص ما عدا أستحمل ما عدا أقدر لازم أتزوج الأب قال له طيب أنت تتزوج وعمرك صغير فقال له يا أبو يا ترى أصحابي بعمري ومتزوجين ومخلفين فالأب قال له لكن صاحبك سعود عمره 26 سنة وما تتزوج الولد ذكي قال له تقاريني بواحد قاعد 24 ساعة في الشارع لا شغل ولا عملة فالأب شاف أنه ولده يعني عازم على الزواج قال له طيب زوجتك هذي فأنا ستحطها ستحطها معانا في البيض قال له لا أنا مستأجر شقة فيها غرفتين وحمى ومطبخ وإن شاء الله مع الوقت إذا توسعنا وسعنا تكفينا غرفتين ومطبخ في الراحة كل يوم ننام في غرفة فالأب قال له طيب والمهر قال له عد هذه أنت ساعدتي فيها الأب وافق قال له طيب إيش المطلوب قال له مطلوب الآن يا أبو يا تشوف لي بنت الحلال قال له لا بنت الحلال هذه أمك وأخواتك هم من اللي شوفوها لك هم أدرى البنات مع البنات فالأم تقول له إيش مواصفاتك قال له أباهم الدينة جميلة يعني طلب مواصفات بسيطة فبدأوا يبحثوا وكل ما راحوا لإمرأة ولفتاة وجدوا فيها هذه المواصفات كانوا يرفضوا النظرة الشرعية والولد قال لا لازم نظرة شرعية فقالوا له يا ولدي أنا وأمك أتزوجنا لا نظرة شرعية وأهو عايشين وخلفناك وبنزوجك الآن قال له يا أبوي الصراحة أنا ما أقدر أنا لازم أشوف البنت أنا ما أبقى أخه شيء مغلف أنا ماني طالب طلبية وبعدين يقولوا يعني ليش طلقتها وطلع مثلا فيها عيب أو شيء أبغى أشوف المهم هذا الولد إلى الآن لا تزوج الآن أنا أتركوا القصة هذه ونجي للقصة حدثت لي أنا شخصيا مع النظرة الشرعية أو قصة للزواج بشكل عام في الصف أول ذنوي كان هناك تلميحات من الوالد وأمي الله يرحمها يعني ها نزوجك هؤلاء يتكلموا إحنا زوجنا فلان علام باقي علاء تدخل تفتح الثلاجة تلاقي كلمة الزواج الكبس مثلا على شكل كلمة الزواج كل مكان خلاص يعني إلين في صف الثالث ذنوي أبويا قل لي خلاص شبنا لك بنت الحلال أنت ما ينفع معك تلميحات تلميحات سنتين لمح أنت ما تفهم هذه البنت عائلتها كلهم عارفين بقصة الزواج هذا ومي عارفة وأخواتي عارفين وأبويا عارف مين اللي ما يعرف أنا أنا اللي متزوج ما أعرف عن القصة هذه نهائية فذاك اليوم جاءت عمتي على أساس إيش نروح نوياها للبنت ونشوفها نظرة شرعية أنا عرفت وذلك اليوم أنا أختفت من البيت فإن علامة هو موجود فانتظرت برا إلين خرجت عمتي ودخلت وبعد كده استمرت المحاولات نزوج هذه البنت هذه البنت نشوفها لك الزواج نشوفها لك الزواج أنا كنت خايف من شيء والشيء هذا غلط يعني أنا توقعت أني أنا كنت خايف من الزواج أو أني ما أبغى الزواج وأنا ترى أبغى الزواج لكن بعد ذلك شفت أنه المشكلة أنه في الشيء اللي أنا أبغاه في المواصفات اللي أنا أبغاه فلما أنا أبغى الشيء هذا نعم أمن أنا أبغى البنت هذي بالمواصفات كذا هنا أنا أكون أبغى الزواج أو تقريباً خايف من المجهول اللي ما أعرف اللي كانه يعني لا تورطوني فكلمت أبوي قلت له أبوي أسمع الله يرضى عليك ووقف الآن وأنا أول ما أكون مستعد بكلمك مرت الأيام وقلت له أبوي خلاص أنا جاهز بسم الله توقع الله صاحب أبوي أقترح على أبوي أنه والله في البيت الفلاني في بنت إيش رايك تخلي مثلاً الوالدة وبناتك مثلاً يروح يشوف البنت هذه فأقولنا طيب فلما راحت الوالدة وأخواتي مثلاً ورجعوا ويحكوا للمواصفات أنا رفضت يعني ما هي ولا يربع المواصفات اللي أنا أحتاجها في فروقات كبيرة جداً ولا ربع المواصفات فأنا رفضت ما رح أذكرها مواصفات ما يحتاج لكن بعدين قلت لا أوكل المهمة هذه الميل لأمي أخواتي البنات يعرفوا بعض حتى لو في أسرات تنكشف والأم لها نظرة والنساء لهم نظرة في النساء يعرف التفاصيل طبعاً أنا مواصفاتي كانت بسيطة إمرأة متدينة جميلة لا هي سمينة ولا هي محينفة والأهم طبعاً يعني محجبة بالكامل يعني ما رح تجلي بورقة فمجدوا فتاة لما نحكوا لها أنه والله فيه شاب اسمه كذا كذا وعمره كذا كذا مواصفاته كذا كذا بتقدملك للزواج رفضت أنا أتوقع البنت هذه يعني لما قالوا لها المواصفات قلتت يعني ممكن يصير فيها لكن رفضت ليش أنا ما أدري خير برقب أيضاً في موعد كان للخطبة الموعد هذا تقريباً أنا قلت خلاصية هذه البنت رحت الشريص صحنا البقلاوة والجهزت والحلويات وكلمت الوالدة ويلا والبنات نروح قبلها تقريباً بأربع ساعات قالوا لي والله يا علاء يعني أهل البنت ما في نصيب بدون ما تكلم إليش ما يهمني أنا خلاص ما في نصيب ما في نصيب رحت أكلت الحلاوة وبقلاوة في البيت مع أنها يعني كان في شوية تحطيم لكن البقلاوة يعني نست شوية من الألم وبعدها كان فيه عدة خيارات وكلها أنا كنت رافق للبنت مثلاً أو رافض حتى أني أنا أذهب للنظرة الشرعية ما فيها المواصفات اللي أنا أحتاجها وهذا حتى ممكن لمرأة ممكن ما تجد فيها المواصفات اللي هي تبغاها شي طبيعي إلىين جاءت إحدى صديقات الوالدة وقالت لها ترى إحنا حصلنا لكم البيت الفلاني في البنت الفلانية يعني فيها الخير وبركة وأعتقد أنها بيتناسبكم قلنا تمام فرحت شلت أمي وأخواتي ورحنا لها عسلت يشوفها الآن تحت أنا منتظر الآن تحت الأخبار نازلوا طبعاً هممير ما راح يطاولوني قد نصها ممكن ساعة بالكثير نازلوا وأنا في السيارة فيبدوا يحكوا لي مثلاً إيش حال إيش سار إيش البنت إيش مواصفاتها فأنا قل لهم أصبر ونوصل للبيت ونتفهم أمي الله يرحمها وإحنا في الطريق تقول لي كده حقلت يعني إن شاء الله خير فأنا من وصلنا البيت وحكوا لي المواصفات فأقلت خلاص هذه إن شاء الله الفتاة المناسبة الآن باقي النظرة الشرعية اتفقنا على موعد وحددنا الموعد وكل حاجة وأيضاً الظاهر كان فيه صحن بقلاوة بس جديدة المرة ذي لأن هذا كله فترة طويلة الظاهر أن أكله إلى خريب الآن في أمر أنا ما أعرف في النظرة الشرعية إذا البنت هذه أنا أعجب فيها أو موافق إنه خلاص إنه هذه هي زوجتي إيش حسوي أنا ما أعرف شيله أمشي يعني ولا إيش أسوي أشتر بإشارة روح أسلم الحمد لله تمت الموافقة ما أعرف فواحد الله هيديه بظاهر شكله مكثر أفلاق ومسلسلات ومتأثر بالغرب قال له قل لي لا لا هي الفكرة كيف يعني هو الآن مصوي الفكرة أنه أنت أجيب معك مثلا تطلق مذهب أي كان سلسل أو خاتم وتخلي معك وهي تدخل البنت وانت تشوف إذا البنت عجبتك تشيل الخاتم وتروح تلبسها أنا قلت والله فكرة سهلة يعني حتى ما تحتاج يعني إنك تقول أنا موافق ما تبعد عنك الإحراج ما فكرت إن الطريقة هذه غلط لأن البنت هذه أصلا ما تحل لك ما هي زوجتك كيف تلمسها هتسوي من بعيد كيف المهم دخلت أنت ضرد دخلت البنت أنا أصلا موافقة أول ما دخلت أختصر لكم الموضوع يعني فقلت الآن خلاص أنا شعل الطاقم فالبنت طلعت أذكا مني كأنها عرفت إنه أنا من فاهم فأخذ الطاقم وحطته وخرجت وثمت الأمور على خير والحمد لله لأنني أصدوج أكثر من 13 سنة والأمور تمام بخير وممكن لو أصدوجت قبل كذا ممكن يكون أفضل الله أعلم لكن الحمد لله الأمور طيبة فالشر أمر بالنظرة الشرعية لك يا رجل وللمرأة أيضا مع إنه الرجل نعم ممكن تشوفه في الشارع ممكن تشوفه في التلفزيون ممكن تشوفه في كاميرا البنت لا الموضوع مختلف تحتاج تجاهز موعد وتجاهز تتكلم أهلها والأمور فيه فيه شوية صعوبة وترتيب وما تروح على طول لا 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 لازم حتى هم أهل العروسة يتأكدوا أنه أنت أصلاً موافقين عليك 90% بس باقي النظرة الشرعية والتفاصيل البسيطة لأنه في بعض الأمور قد ما أشرح لك هي أو أوصف لك هي مثلاً في الفتاة أو في الرجل ما رح تفهم وما رح تستوعب إلين تشوف بنفسك لازم تشوفه جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أنا خطبت من الأنصار من نساء الأنصار فقال له أنا ضرت لها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء يعني الأنصار نساء الأنصار ممكن يكون في عيونهم شيء مع أنه جميل ممكن يكون فيها زراق صغيرة كبيرة ممكن هذا الشيء أنت ما يناسبك وممكن هذا الشيء يناسبك والحبب في الزواج فانظر إليها وبعداً للمرأة ترى ممكن ترى فيك أنت رجل اللي بتقدم لها للزواج شيء ما يعجبها وترفضك يعني في إمرأة تقدم لها رجل والرجل هذا صالح وهي أيضاً صالحة فلما انتظر الرجل أن المرأة تدخل عليه المرأة دخلت عليه محجبة بالكامل أنتظر يعني قلت ممكن يتشيل الغطوة مثلاً عشان يشوف تشيل العباية عشان يعني ما شانت ولا شيء قاعدت كده طالة كده وخرجت قالوا البنت ما هي موافقة البنت ذكية يعني هي قالت إيوه يعني هو يشوفني ويوافق وأنا لا حتى أنا أبغى أشوف وممكن أوافق عليه أو لا وإذا ما وفقت أو يعني إذا وافقت أنا راح أشيل الطرحة والغطوة وهذه إشارة حلوة يعني على أقل هذه أحسن من حركة الخاتم وبعدين نظرة شرعية هذه تريحك عشان لا تجي تقول بعدين والله زوجوني واحد أنا ما أعرف كيف شكلها وتكثر حالات الطلاق وتحط أعذار لأنك زوجوك بالغصب وزوجوك أنت ما تدري ما تكتشف أنه بعدين شكلها مختلف عن اللي رسمو لك الصورة في عقلك الآن موجود قدامك تشوف مضبوط وهي تشوف بعد ما يكون لك عذر أسباب الطلاق الآن بعد كده تختلف أجور في النهاية في المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رجل يريد على الرسول عليه jotka في خطبة أنصار فقل له هل فانظروا إليها؟ فإنه أجدر أن يؤدم بينكم يعني يجمع بينكم الألف والمحبة وترتاح فقال له طيب الذهب لأهل هذه المرأة أهل هذه المرأة أصلا كانوا رافضين أن الرجل هذا يشوف بنتهم لكن لمن قل إذا كان هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام البنت نظر الجميل ان ق wouldn't tell him to the priest إذا كان هذا أمر الرسول سأعب ولكن اعلم انه انا ما كشفت وجهه الا بحياه شديد فكشفت وجهه وافق واتزوجه. انا عارف انه الغيرة ممكن توصل لمرحلة انه انه انت ما ما تقتنع بهذا الشيء. ما تقتنع بالنظره الشرعية. وتقول ابن حلال لا لا اجدادنا واباءنا وعاداتنا وتقاليدنا ما تسمح. انتبغاها كذا شيلها. ما تبغاها في الف واحد يتمناها. والطريقة هذه تم تزواج نعم ممكن. لكن انت فكر خذوا الايجابيات السلبيات. لاقي انه الايجابيات اكثر. انت تريح نفسك. وبعدنا حتى لو انت مرة مرة مشددها يعني ممكن تحلها بمسألة الصورة. اصطور مثلا لو هي بنتك مثلا واختك اصطورها. وتجي عند الرجل اللي انت خلاص باقي شعره وتوافقه وتقول له هذه البنت. فعاداتك وتقاليدك هذه اللي اتخليها تطغى على امور الدين. يعني فيه في جماعات كثيرة انا استغربت. انهم مو بس يمنعوا النظره الشرعية. لا لا لا. المرأة محجبة حتى بعد الزواج. يعني بعضهم الزواجين لهم عشر وعشرين سنة. ما شاف زوجته ما شاف وجهها اصلا متغطية عنه. انا ما ادل اذا عيالها يشوفوها او لا. لكن اذا اللي بين الرجل والمرأة اكبر حتى من مجرد هذا. فايش باقي يعني حصل بينكم جماع وزواج وكل شيء. هذا ما ستسوي. وبعدين يعني ما فيهم عيب النساء يعني في وجههم. او تقول مثلا ما هم جميلات. لا لا لا. الموضوع هو عادة ثقاليد فقط. طيب الان انت قررت الزواج. ايش ستسوي في النظرة الشرعية. كيف? النظرة الشرعية تجلس. وانت تلابس لبسك النظيف المرتب. هي تدخل عليك بلبسها النظيف المرتب المحتشم. ويكون بينكم محرم. يعني ما يكون في خلوة تكون انت ويالة لوحدكم. لا. بينكم ابوها مثلا اخوها. تدخل عليك هي محتشمة بلبسها. كشف هدها ووجهها وشعرها. بعض العلماء قال لا بس الكشف فقط. الوجه والكفين. طيب. تحط مثلا مكياج خفيف كح الرج. ما تحط طبقات. تكتشف انه ليلة الدخلة هي بوجه ثاني وبعد الدخلة بوجه ثالث وفي ليلة الزواج بوجه رابع متزوج اربع وجوه. من البداية ما نبقى خداع. وايضا المرأة لو انه قالت لك انه لها قد سوت عملية تجميل وسوت مدرمين. لانه ممكن ان تشوف واحدة امرأة جميلة جدا. تمام? بعد السناء هذا كله يطيح مثلا تخرب. تحتاج ترح تسوي صيانة ترجع للشركة مثلا. وابر وفيلر ومدرمين. عيالك تطلع شكلهم زي واحد ثاني ما هو نفس شكل المرأة. لازم يكون فيه صراحة. خلي حتى الرجل عندك عملية تجميل. قل لهم والله انا عندي عشرة عملية ميل. هما وتزوجوا بعملياتكم. بس يكون فيه صراحة. وايضا المرأة والرجل لازم يتكلم مع بعض. لازم. يعني يكون السلام عليكم كيف حالك طيبة. انت شاسمك مع انهم. اصلا عارفين الاسلام بعض. ليش؟ عشان تعرف ان المرأة اللي امامك تتكلم ما هي بكمة. وايضا هي تمشي. تعرف انها ما هي عرجة مثلا. انت بالزوج عرجة بكيفك. كل واحد مواصفات وهذا امر الله. لكن عشان تعرف ان المرأة اللي امامك سليمة شكلها كذا. تتكلم. تتحرك. ما هي مشلولة. كل شيء امامك واضح. والامر انطبق ايضا عن الرجل. يعني انت يا مرأة. الحياة هو جميل في النساء. لكن في اللحظة هذه حاول تنزعي شوية. طالع في الرجل. شوفي. يمكن يعجبك. يمكن لا. النظر هذه المستحية باين تقول لي والله ما شفت ارسلي صوره في الجوال. اعطوني سنابه. اعطوني مقاطع له. وكل مقاطع هو يعني على قولهم على على سنكة عشرة. لا انت تشوي الواقع امامي. والامر الاخير. النظرة الشرعية هذه ما تيجي الا في النهاية. لا تخليها او شيء او في المنتصب. يعني ما تيجي الا بعد ما سالت على البنت والعكس. وعرت مواصفاتها واهلها وخلاص وقررته والمهر والبيت وكل شيء. خلاص موافقين. الان فقط النظرة الشرعية. فقط هي الفاصلة هذه اللي تغطي مئة بالمئة. عشان ما تروح انت للنظرة الشرعية اللي انت مرتاح. بس انت تبت اطمئن فقط. مع انه الصورة والفيديو يعني ممكن تغطي الامور هذه. نعم ممكن. بس انا اشوف النظرة الشرعية افضل. اسأل الله ان يزوج كل رجل اعزب ويرزق كل فتاة بالزوجة الصالح وتعيش حياة سعيدة مديدة. وسأل الله نجعل هذا المحتوى في ميزان حسناتنا يا جمعين. وان يكون صدقة جارية عنا وعن جميع المسلمين. الاحياء منهم والاموات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.